ترجمة نانسي قنقر نحو مستقبل رقمي مشترك تعزيز الابتكار الشامل والتعاون لتقليص الفجوة الرقمية وذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية وقد افتتح الحوار التفاعلي بكلمات من فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية استونيا وفخامة الدكتور محمد مويسيو رئيس جمهورية المالديف حيث شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التحول الرقمي الشامل ودور الابتكار في المجال الرقمي والرقمنة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الشمولية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا السياق أكدت السيدة نور بن تعالي لخليف وزيرة التنمية المستدامة أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمية مشيرة إلى أن الابتكار في المجال الرقمي ركيزة أساسية في جهود مملكة البحرين لتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية